شهد ملعب كرة القدم بساحة الألعاب الرياضية ضمن مهرجان العالمين الجديدة مصابقة تحدي السرعة بمشاركة العديد من عشاق كرة القدم المهرجان يشهد العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة خلال الفترة القادمة وسط اهتمام كبير من محبي الرياضة فعاليات رياضية مستمرة لم تتوقف في مهرجان العالمين الجديدة حيث شهد ملعب كرة القدم بساحة الألعاب الرياضية مصابقة تحدي السرعة واقطع الكرة من كابتن محمود عبدالحكيم لاعب تروجت السابق بمشاركة العديد من عشاق كرة القدم لاجوة هنا جميلة جدا الملعب معمول والفيو في أحسن مكان بصراحة حاجة تفرح يعني انت عارف الكرة من الحاجات اللي بتفرح الناس فاحنا عاملين حاجة للمتعة والشباب ان شاء الله نقدر نبسيتهم بيها بإذن الله والصراحة دي أول مرة يجي الصراحة فأنا حاسس انهم عاملين شغل جامد قوي أصلا وفكرة انه يبقى فيه بتقولوها زي دي كده واحد على واحد ملعب على البحر الحاجات دي كلها الصراحة جديدة وفكرة مختلفة ملعب كرة القدم تم إعداده وتجهيزه من إحدى الشركات الرياضية المصرية وتم تصنيع الأرضية من أحد المصانع التابعة للشركة لاستقبال مسابقات كرة القدم في مهرجان العالمين الجديدة خلال الفترة القادمة والتي تشمل مباراة بين قدامى نجوم الأهل والزمالك وغيرها من الفعاليات المختلفة ان شاء الله كل ويك أنس يوم خميس جمعة سبت عندنا إفنس كتيرة عندنا أحداث مهمة عندنا بطولات لكل محبين الكرة ولكل محبين الرياضة هنكون بنوفر لكم حاجات كويسة جدا هنكون بناء لنا عنها من خلال صفحة مهرجان العالمين وصفحة سكور جراس بالتعاون مع تسكارتي طبعا كل الناس عارفة تسكارتي اللي بيحكز لأي مطر بيزور تسكارتي عملية الحجز بسيطة جدا وكمان عملية التنظيم هنا في المهرجان كويسة جدا ونقدر نستقبل كل الناس مدينة العالمين بجد حاجة تحفة ما أعتقدش أن يعني محتاج أن الراحة يتكلم عنها لأن انت لو جيت شفتها هتعرف أن مصر فيها حاجة مش موجودة في أي حتة في العالم جو وجمال وإحنا موجودين على البحر دلوقتي ملعب ورياضة وحاجة جميلة جدا بجد فعلا العالم على مين دي مش كلمة وخلاص ومش شعر وخلاص دي حقيقة على الأرض دلوقتي المهرجان يشهد العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة خلال الفترة القادمة واستهتمام كبير من محب الرياضة بعد النجاح الذي حققته الأنشطة الرياضية في النسخة الأولى لتأتي النسخة الثانية بفعليات أكبر وأقوى لاستهداف أكثر من مليون زائر لمدينة العالمين الجديدة محمود جميل التلفزيون النصري